وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الروماني نوكولاي تشويكا توقيع ثلاث مذاكرات تفاهم عقب افتتاح منتدى الأعمال المصري الروماني تم توقيع المذكرة الأولى في مجال الغاز الطبيعي بين الشركة الوطنية للغاز إيغاس وشركة ترانس غاز الرومانية أما المذكرة الثانية فكانت في مجال الشباب بين وزارة الأسرة والشباب وتكافؤ الفرص الرومانية ووزارة الشباب والرياضة المصرية فيما جاءت المذكرة الثالثة في مجال التعليم العلمي والتكنولوجيا بين هيئة التعاون للبحوث والرقمن الرومانية وهيئة العلوم والتكنولوجيا بمصر